إن شاء الله في آخر الحلقة هندقى إن شاء الله بإذن الله تمام كده؟ فإحنا عارفين إن هو الكون خلق لخلافة سيدنا آدم فيه وقلنا ما اتكلمنا على سورة البكرة وقلنا قصة الخلافة لسيدنا آدم في الأرض طيب سيدنا آدم والسيدة حواء نزلوا الأرض نزل معه مين؟ إبليس أيه تمام كده؟ وإحنا عارفين إن في الأصل إبليس وسوس لسيدنا آدم وهو في الجنة فوسوس إليه تمام؟ طيب وبعدين فعصى آدم وربه فغوى وبعدين ثم تاب عليه هلو الكلام؟ فنزل سيدنا آدم والسيدة حواء إلى الأرض نزلوا لإعمار الأرض فكان لابد من إيه؟ من نسل وتكاثر للأرض فكان اللي بيحصل إيه؟ إن السيدة حواء بتحمل وفي أول بطن جابت ولد وبنت وخلف التاني في البطن الثانية جابت ولد وبنت قبيل ومعه بنت وهبيل ومعه بنت أخرى فبرضو بنتكلم على إن في لازم يكون فيه تكاثر ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين فكان التكاثر هيجي منين أو اللي اقترحوا سيدنا آدم على أولاده إن ده كل واحد ياخد البنت من البطن التانية يعني ما يأخدش أخته اللي مولودة معاه في نفس البطن قال لك ليه؟ قال لي عشان يبقى فيه تباعد نسبة ما بينهم تمام كده؟ ما كانش فيه في الأرض اللي هم الستة دول سيدنا آدم والسيدة حواء وقبيل وهبيل والأختين البنتين يعني الستة دول كان هم الوحيدين في الكون ده كله في الكون كله سبحان الله في الكون كله هم اللي كانوا موجودين وبالتأكيد إن سيدنا آدم حكى ليهم عن ما حدث له في الجنة ووسوسة إبليس إليه تمام كده؟ وكيف غواهم وكيف أنزل من الجنة وكيف تاب الله عليه فأكيد سيدنا آدم حكى الأولاده ليه؟ عشان يعرفهم إن في حد اسمه إبليس هيوسوس في شيطان رجيم بس هو ونرجع نعرف حاجة إن الشيطان كده كده متوعب بني آدم ده قال لي ربنا لأقعدن لهم صراتك المستقيم من بداية الخلق من أول ما قالوا لا أحتني كان ذريتهم أجمعين وقال له ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائي الإيم تمام؟ فيبقى سيدنا آدم عرف ذريته أو أولاده دول إن في إبليس ليه؟ لأن إحنا عارفين في طريق خير وفي طريق شر فحصل إيه؟ القبيل وهبيل قبيل اعترض على إن هو ياخد أخت هبيل لأن أخته اللي كانت معاه كانت نقول أجمل منها أو أفضل منها أو أحسن منها من وجهة نظر وده أول اعتراض وأول عدم رضا في الأرض بالزبط وده اللي بيحصل للإنسان في كلها يعني أي حد بيمر بموقف عدم الرضا ده هو بيبقى بالنسبة له مش شايف مش قادر يشوف غير كده مش قادر يشوف غير إنه دي اللي هو مثلا كان الشيء ده هو اللي كان عايزه والشيء ده هو اللي مثلا مش كويس بالنسبة له هو مش قادر يعني مش قادرة تشوف غير ده وده اللي احنا بنقعد نوصي به ونتكلم على الرضا سبحان الله من هنا برضو بناخد النقطة اللي احنا بنحاول ناخد من القصص ما نربط به في الواقع هو مرضيش وأول اعتراض ليه وقال لأ أنا مش عايز ديه يبقى هنا قلبه إيه دخل فيه غل دخل فيه حقد دخل فيه حسد دخل فيه ضاغين على أخوه من البداية من هنا ليه هو اعترض ومرضيش على إن هو لأ ده فيه انت هتاخد ديه هم يعني زي ما حضرتك بتقولي مرضيش بالمكتوب له دوان أو بما قسمه الله له مع إن ربنا بديك كون بأكمله يعني هم في الكون ده كله لوحدهم ونتوا في الأرض دي كلها بأنهرها بكبلها بكذا ستة أفراد مفيش اللهم بس هو احنا بس بنشرح حاجة بنقول إن فيه تشريع أنت هتاخد أخت هابيل وهابيل هياخد أختك لا أكتر ولا فاجأ أنا أعترض لا مش هاخدها أنا هاخد أختي اللي هي اللي تولدت معاه في بطن واحد فاحتكموا لسيدنا آدم قبيل وهابيل فسيدنا آدم قال لهم إيه تقربوا إلى الله بقربان ومن يتقبل منه القربان يعني هو اللي هي تزوج الأخت هابيل فكان قبيل له الزراعة شغلته في الزراعة وهابيل كانت شغلته رأي الأغنان فلما سيدنا آدم احتكموا إليه وحكم إنه هما لازم يتقربوا إلى الله عز وجل بقربان يعني إيه قربان يعني حاجة أنا بتقرب بيها إلى الله عز وجل أنا بعمل حاجة عشان أنول بها رضا الله سبحانه وتعالى زي الصدقة دلوقتي زي الصدقة دلوقتي لا وأي حاجة يعني أنا بصلي صلاة أتقرب بيها إلى الله عز وجل فلازم أحسن الصلاة إلا أنا بصليها عشان أتقرب إليها لله سبحانه وتعالى بصوم يبقى أنا برضو أحسن الصوم يبقى أنا بصوم الصيام بالضبط من الصيام جوع وعطش بس ده صيام عن كل الشهوات وصيام عن كل المحرمات يبقى ده الصيام اللي أنا الصح اللي أنا بتقرب به إلي الله سبحانه وتعالى إنما أقف أصلي ركعتين لله أنا من غير الفروض أنا نوية أصلي ركعتين لله طلازم أحسن الصلاة فيهم لأن أنا اللي محتاجهم الركعتين دول أنا بصليهم تقربا إلي الله سبحانه وتعالى عندي مشكلة كبيرة عندي هم كبير عندي كذا فانا هصلي واركع اتقرب الى الله فمش هينفع لنا اصليها نكر غراب الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم لا ده لازم احسن رقوعه احسن سجده وما تقرب الى الله ربنا عز وجل بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني انت مش هتاخد السواب الاحسن من الحاجة اللي انت بتحبها اوي القريبة اليك اوي عشان كده لما بنقول لحد يتصدق لا تصدق بأحب حاجة اليك تصدق بأحسن حاجة عندك لما تقدم لله عز وجل تتقدم الى الله على قدر الله سبحانه وتعالى لان ربنا لما بيديك بيديني على قدره هو